شاهدين على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رغم ذلك سأستمر في تأييد ما قاله قايد صالح وما قاله اليوم من أنه يجب إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب موعد ووفقا للدستور الجزائري ما سيقوله في المستقبل لا أعرف أنا لا أؤيده على مستقبل أنا أؤيد على ما قاله أنا لا أؤيد قايد صالح أنا أؤيد ما قاله ويقوله اليوم قايد صالح مين بقى قايد صالح ده هو ملاك نازل من السماء هو شيطان هو راهب هو شيخ شيخ الجزائر هذا لا يعنيني في شيء يعني لو أن قايد صالح هو شيخ مشايخ الجزائر وأكبر علماء الجزائر ومشهود له أو له بالطقوة والصلاح في الجزائر ويصل الصلوات الخمسة في الجزائر حاضرة ويحفظ القرآن الكريم فأنا لا أثق فيه أنا لا أثق في شخص لا أعرف أبوه ولمه لا أثق في شخص لم أصاحبه في سفر لا أثق في شخص ما كنتش معافة في الابتداء أو الإعداد أو الثانوي أو المرحلة الجامعية أو عرفته في ظروف طبيعية فلا أثق في شخص مهما بضى من صلاحي الظاهر لذلك المطالبة إنه بعض يقولك كيف أهتفك في قايد صالح وحد قال لكم من أنا فقط في قايد صالح يا جماعة ما حصلش إنما أنا بتكلم على ما يقوله قايد صالح كلام قايد صالح مصبوط 99% ولو كنت أنا مكانه لقلت هذا الكلام غير أني كنت سأبادر إلى حبس المجرمين والفاسدين دون حاجة إلى مظاهرات ولا شيء من هذا القبيل وكنت أطلع السيديهات والشرايط اللي مسورها المخابرات في الغرف للفاسدين والحرمين والنور بدأ وهؤلاء تستقيل ولا طلع لك السيديهات وانت عارف بقى الرأسات والفيلم اللي حاصل كاد أنا ما هذه أمور الدولة أمور الدولة لا هضارة فيها ولا مجاملات فيها أمور الدولة لابد تبقى ألف وإلا تنهار الدولة إنما أنا أقول للشعب الجزائري المسلم فيه أمرين لابد أن تنتبهوا لهما جيدا الأمر الأول هو الدستور الجزائري هذا الدستور إذا ألغيه هو أسوأ من تفكيك الجيش الجزائر نفسه جرى أمر كارثة في الجزائر على يد متفلقة عام 2016 لما جرى تغيير دستور الجزائر دستور الجزائر ماذا يقول؟ يقول إنه الشعب الجزائري شعب مسلم وبيضيف إنها بلد عربي وأنا لا أعترف إن فيه بلد عربي وبلد مسلم هي اسمها بلد مسلم ونقطة وخلاص العروبة ليست قومية فيش حاجة اسمها العرق العربي دي خرافة خزعبالة كل من تحدث العربية أو عرف العربية فهو عربي العربية لسان الترك اللي بيعرف عربي هو عربي الترك الذي تعلم العربية ظهر الجزائر وعرف عربي في الجزائر بها عربي خلاص فالعربية لسان وليست عرق منتش من قهضان ولا عدنان ولا الكلام ده هذا الكلام خزعبالي وخرافي فالجزائر بلد مسلم عام 2016 بطفليقة دخل نصوص عمل تعديل دستوري منوش اي معنى نص فيه على امره الاول انه فيه لغة سنائية اللغة في الجزائر كان الاول خلاص اللغة الاسلام ايه اللغة العربية ومن اخطاء الدولة العثمانية انها لم تجعل اللغة العربية اللغة الرسمية في الدولة وده قلل انتشار الاسلام في اوروبا لذلك يحسب للامويين دولة بني امية انهم عربوا الدووية عملوا فضلك خدمة كبيرة جدا للاسلام والمسلمين في عام 2016 بطفليقة دخل ايه بقى هنا ايه اللغة الامازيغية ما فرنسا فيها لغات ولهجات محلية وبريطانيا ورغم كده اللغة الرسمية اللغة الفرنسية وبريطانيا فيها ايه فيها لهجات ولغات محلية ورغم كده اللغة الانجليزية وامريكا دي سبع تلاف جنس وفيها اسبانية واسبانية امريكية وانجليزية امريكية ده امريكا دي اشكال والواء ولغات ربما دالك امريكا في ايه اللغة الانجليزية فبيجيش اللي على الدول السغنطوطة وبعدين يقول لك بقى ايه اصلا خلي بالك الحتة دي في شرح في سويسرا بيتكلم فرنسا والشرح ده بيتكلم الماني والبيت ده بيتكلم مش عارف ايطالي وهكذا الكلام لكن هات لدولة كده كبيرة روسيا اللغة الروسية فهذا اللي دي يعني في كل ده لكن هما بدأوا يدخلوا دون طلب من المسلمين الامازيغ لان المسلمين الامازيغ وانا ما انا فش عايز اسمها مسلمين امازيغ ومسلمين عربي ايه التسميات الغلط دي جماعة هو دولة المرابطين دي مش كايات من المسلمين البربر هي عملت لغة بربرية ولا لغة امازيغية دولة الموحدين دي مش انشأها المسلمين البربر هي عملت لغة بربرية ولا كذا في حد قال لهم احنا بربر وحنا عرب اسم احنا مسلمين وخلاص من أنقذ الإسلام في الأندلس ما هم المسلمين البرب أو اللي يسموهم الآن الأمزيغ مش فرقة تسمية ومن الذي فتح الأندلس وأدخل الإسلام الأندلس المسلمين البرب ما عملوش اللغة البربرية المسلم لا بد أن يتعلم اللغة العربية كي يستطيع أن تتصلف في صلاتك باللغة العربية فالعربية مش لغة قومية ولا لغة عرق العربية لغة الإسلام هذه مسألة أولية فالذي جرى في نظام بوتفليقة 2016 حطوا في الدستور بذرة لبداية تقسيم المسلمين في الجزائر وتقسيم الجزائر خلي بال بيجري كيف تجري خلق أهوية من خلال خلق ديانة خلق لغة هو النهاردة ايه اللي بيقول ان ده مسلم تركي وده مسلم سوري ايه اللغة انا بقابل اتنين في الشارع ما بعرفهمش ده انا بقابل واحد في الشارع اكلمه بالتركي واغلط كلمة عربي فيقول لي اخي انت مصر ما اتكلمنا عربي ده انا سوري يعني ما لا اعرفه من وجهه اصلا انه هو فانت ما تعرفش تعرف التركي من المصر في شارع اسطنبول ما تعرفش في الان تبيزهم يعني لان التركي شعر اسود وعنصه ده يعني انا بقابلش في الشارع الاتراك بيجي اسألوني اقول له عمد انا ما بعرفش تركي اصلا انت فيه المهم فالمقصود ما الذي يميز اللسان اللسان هو اللي اسهم المسلمين ان هذا عربي وهذا تركي وهذا كردي وهذا كذا سوري فاذا القومية التركية ده تم خلقها حول اللغة التركية وليس حول الاسلام لان لو قلنا القومية التركية هم المسلمين طب ما العرب مسلمون والقومية الكردية تم خلقها حول اللسان الكردي والقومية العربية هم رحوا يفتعلونها الانجليز من خبرات حول اللسان العربي والان تجد نفس المسألة يفعلونها فين في المغرب وفي الجزائر مسألة ثنائية اللغة بعد ثنائية اللغة قال لك طبع بقى الفرنسا والشعيين هم عاموا عاملين عالم وقال لك والله هذا العالم يعبر عن هوية ثقافية هوية ثقافية يعني هو المسلم الامازيغي بيصلي في اليوم خمس سلوات والمسلم اللي هو مفروض اسمه عرب وده غلط اسمه غلط اصلا بيصلي خمس سلوات وده زوجته محجبة وده زوجته محجبة وده بيصوم رمضان وده بيصوم رمضان انا عاوز ايه الهوية اللي فارقة بين ايه الهوية التي تفرق بين الكرد بين التركي وبين السوري في تركيا مفيش والله مافي والاتنين بيصالوا زي بعض والاتنين بيعيشوا زي بعض والاتنين بي�ف نفس الاكل واتنين بيطالوا نفس المطعم كل شيء ايه بقى الهوية يعني الواحد انا عيش في تركيا هوت يعني مش حاس ان انا غريف في البلد اصلا وفي حد كتب النهارة الصمح المتخصين يعني فأقولك الاسبان لما احتلوا الاندلس كان فيه اسمها علوم المسلمين فلما يجبهم يعربوا الكتب العلوم الاسلامية فلان عندهم مشكلة مع الاسلام فيقولوا بنعرب علوم المسلمين فسموها علوم العرب عرب مين يا عم؟ ايش علوم العرب؟ علوم المسلمية وقولك الحضارة العربية لا مفيش حاجة اسمها الحضارة العربية اسمها الحضارة الاسلامية والذين اقاموا هذه الحضارة غالبيتهم ليسوا عربة دي حضارة اسلامية طيب في 2016 تجد انه في المغرب وفي الجزائر الاثنين في وقت واحد يا اخ سبحان الله رغم ان النظام المغرب والنظام الجزائري يمت خانقين مع بعض وضربين بعض ويجتمع بعض ويلحقوا الجزائر عدوك ويلحقوا المغرب عدوك والتوقع بالاثنين الاثنين اتفقوا اتفقوا شو اي حاجة اتفقوا بقى على حكاية ان احنا نعمل ثنائية اللغة ونغير الدستور من اجل هذا الكلام في ايه المخطط المخطط هو الغاء هذا الدستور عشان يدخلوا الفيدرالية وبعد ذلك تنشب معارك ومشاكل بين ابناء هذا الشعب وتكون النتيجة يبدأ اقتطال وبعدين يبدأ وانت بتشوف اللي بيحجر في ليبيا والذي يعجل في الصومال الصومال ما هو شعب واحد دينه الاسلام ولغة واحدة الصومالية فيه فيديو وثائق على التلفزيون الالماني عاملوا موجود على اليوتيوب عن الصومال لاند اكتب كده الصومال لاند وثائق جمهورية ارض الصومال ففي واحد صومالي قال لهم صومالBlДون واحد الصومالي للصومال الشمالي قال احنا شعب واحد كلهم كانوا عي 명ا ضربوه قالوا لا احنا شعب واحد قال لهم انتم ايه كلنا مسلمين وكلنا بنتكلم صومال انتم في ايه وانا بارك ده في بلد واحد فهذا الذي يراد للجزائر ولذلك بواتفلكة لما جيه ترشح قال ايه يا جماعة هترشح ولما افوص هحكمسنه ولما قالها حكمسنه لكن ايه حمرن سنة Lakshani �يردستوس ولما لغى الانتخابات قال هاستمر في الحكم سانا ليه قال لما اكتب دستور تاني قال لا وبعد ما ابو طفلقة تناحق قال الصلع بتاع فرنسا قال له ايه اعاوزين فترة انتقالية ليه ونلغي الدستور ليه نكتب دستور اتبا تكتبوا في الدستور جدا انا مش فاهم ايه اللي انتم محتاجين تكتبوه في الدستور يعني ما تقوله انه يعني خلا نكتب عاوزين تقوله ان الجزير بلد فدرالية وبعد خمس سنين يقوله بلدك فدرالية وبعد انت اعمله ازا جنوب السودان خلاني اتكلم بالعقل ولذلك الذين يطالبون بإلغاء الدستور الجزائري هؤلاء يطالبون بالانتقال الى المجهول وفي الحقيقة يطالبون بالانتقال الى تقسيم الجزائر بعض الناس مش مدركة هذا الكلام لكن انا بقول هذه هي الحقيقة انا اريد جزائر موحدة يكون رئيس مسلم امازيغي مسلم باربر مسلم عربي مسلم عفرق انا مليس ان الجزائر تكون بلدا واحدة انا كان يهمني ان مصر والسودان يكونوا بلد واحدة حتى لو هنجيب مسلم جزائر يحكم الامر الثاني خط احمر خذوا عني هذا الكلام خط احمر عزل قائد صالح خط احمر وعزل بن صالح خط احمر فالدين صالحين مش ده موضوعنا قائد صالح بقول لك اسلو اختصب المجندي خلاص هو عنده يا سيدي تمانين سنة لا عاد فيه للاختصاب ولا عاد فيه للنسوان ولا عاد فيه لأي عاجل هتروح تجيب واحد ديكتاتور عنده اربعين سنة هيختصب بقى قائد صالح اختصب وخلاص ومعدش فيه خلاص اطع هتروح تجيب لي واحد لسه هيختصب وهيكمل اختصاب احنا قلنا ايه معسكر الدولة العميقة في الجزائر والجيش والشرطة والقضاء طيب دول هم النضاء مش بتفلق النضاء يهمك ان اللي يقود هذه الجهات شخص ضعيف ولا شخص قوي لا شخص ضعيف لان الشخص ضعيف هو الذي ستستطيع ان تحصل منه على ما تريد او تضغط عليه لو جبت واحد عنده اربعين سنة ما عنده كوف بتعل السوداء كان عندهم البشير البشير كان عنده خمسة سعبعين سنة رأيوا لا امشي حاني البشير لفسه في ميه في حمدتي يا الله حمدتي طلعها رحل حمدتي باهدا حمدتي 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 ما كانش مخلي يعرف اتنين يعرفوا تظهروا في الشارع بعد فضل اعتصام في السوداء البشير كان يعني خلاص عجز والدنيا فرضت من ايتي فالصح ان انت ان البشير هو عدوك الضعيف اللي انت تبقيه بحس تخليه يعمل انتخابات ويعمل كده ويعمل كده انه هو النهاردة حمدتي في السودان والمجموعة دي اسمها وخلي بالك بقى والاسوأ من العسكر الشيعيين فارجو من الاخوة في الجزائر وانا احب هذا الشعب كله والله احب احفاد طارق ابن زياد واحفاد يوسف ابن ساشفية واحفاد المرابطيين واحفاد الموحدين هذا شعب له تاريخ مشرف وانا بقول احفاد طارق ابن زياد ما اقصدش الامازية اقول بربا بقصد كل شعب المغرب العربي كله ان كان عربي احنا احفاد طارق ابن زياد مش حفاد هو مش جد بالدم لانه ما هو القبائل موجودة في الجزائر دي ما همش اولاد طارق ابن زياد يعني انما نحن نقول نحن احفاد صلاح الدين طب احفاد صلاح الدين كردي نحن احفاد قطس قطس ده تركي ولا بيبرس انما نقصد هنا البنوة الروحية نحن نفس المنهج ونحن تلاميذه ونحن ابناء في هذه الدعوة ارجو ان تكون الصورة قضحت ارجو من حضرتكم اشتراك في القناة بالضغط على زيز زر وارجو من حضرتكم من من يجيد اللغة العربية ان يتواصل معي رابط صفحاتي على الفيسبوك الافضل التواصل على الفيسبوك لمن يجيد اللغة العربية تطوع لقراءة الكتب التاريخية وانا ارجو ان شعوب المغرب العربي لما تقرأ في تاريخها سيدركون كيف تطوروا الامور في المستقبل انا مش عاوز الناس تظلق اسيرة ماضي قيد صالح انما نفكر لما نوقع قيد صالح مين اللي هيجي لو انتو تعرفوا الجنرال في الجيش صالح وانتو اللي هتختاروه مكان قيد صالح اهلا وسهلا انما لو في جهة تشيل قيد صالح هما تأتي جهة مجهولة نحن لا نعرفها وتضع واحد تاني لا واضح الكلام يا جماعة ارجو ان تكون الامور قد وضحت والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته